انا معي ماتيريال النهاردة معنا صدور فراخ وفليفة ملونة وهي اكلة من المطبخ المكسيكي واو اظن انا كده ايه حاجة فضيئة اقول ايه بعد كده اه لا اولا حاجة تباسمها ايه 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 اقول ثاني صدور فراخ وفليفة ملونة ومتتلف في عيش كده اه فهيتة طب اي اولا بقى خلاص فهيتة هنعمل تشيكن فهيتة النهارة اوكي معنا خيار طبعا ومعنا التوم وزيت زيتون ونعناع وطبعا الخيار ده بيلعب ادوار كبيرة ممكن يتعامل مخلل يتعامل في الصلطة والفتوش والحاجات فانا عايز اعماله النهاردة صلطة اوكي هيبقى صلطة الخيار بزيت الزيتون والتوم حاجة كده مقبلات عالصفة وحاجة كده ما بتتخنش كمان صلطة اه حاجة الهلسة طبعا تهتم بالاكل الهلسة نجي بقى لو انت ونت الحلو ده يبقى برافو عليك معنا اسمية ناعم وزبادي وسكر وجوز الهند واسمنة بلدي باسبوسة بالسمنة والسكر والعسن انا عملها النهاردة ودي حلويات رمضان طبعا نجي بقى للطبع الرئيسي بتاعنا النهاردة اللي يعني صديقي وبحبه جدا في الفطار ممكن نلاقيه موجوده في الصحور كمان ايه البتنجان اه احلى حاجة في الدنيا انا بحب البتنجان جدا اي طيب معنا بتنجان ومعنا سوس طماطم عازلين نعمله النهاردة حاجات كتيرة يعني احبه نعمله ايه بص انا البتنجان ده انا باكله بستمائة طريقة يعني باكله في الصلطة اه وباكله مسقعة موسوعة ده في الطريقة اه طبعا واكلة مصرية احنا نبدع فيها المصريين بس احنا رمضان بقى فخلينا مسقعة مسقعة ويسلمنا ما تبتاكل بردة تبقى لطيفة كمان جدا طيب تمام